بداية ازاي طالب السنوية العامة يختار الكلية ويدخل وهو قلبه مستريح ومطمن وما يحسش بقى في اي وقت ان هو ياريتني كنت اخترت الكلية الفلانية التانية اللي انا مدخلتاش طيب في البداية حريك قلت كلمة جميلة جدا ان التوتر هنا بعض اولاء الامر او الكثير من اولاء الامر والطلاب بيعتقلوا ان امتحانات السماء العامة او تسانة السماء العامة هي تسانة الوحيدة لفيها ضغوط نفسية واكاديمية بالعكس فترة ما بعد النجاح اللي احنا فيها حاليا قد يشهد فيها الطلاب اولاء امهرهم ضغوط اكبر من ضغوط الامتحانات هو ده الحاصب بالفعل يعني انا من ساعة ما نتيجة ما طلعت واولاء امه جدا بتصل بيا سواء يعرفوني او ما يعرفونيش عشان عايزين يعرفوا ازاي يختاروا الكلية طبعا عملية اختار الكلية ده عملية صعبة جدا وعملية عايزة وعي شديد جدا عشان اي غلطة في القرار بتاع اختار الكلية هيأثر على مسابد الطالب طبعا طيب عملية اختار الكلية طبعا عملية بتبقى محيرة بالنسبة لي الطالب اللي جايب مجموعة كبيرة الطالب اللي جايب مجموعة قليل بالنسبة له فرص اللي اختار قليلة فبالتالي مش هيحتار لكن كل ما الطالب كبر في المجموعة بتاعه هيبقى مصعبة عليه اختار كلية معينة عشان عنده كليات كل كلية فيها ميزة معينة طب اخد ديها تلق اخد ديها تلق اخد ديها تلق هنا العملية بتبقى صعبة جدا. يعني اللي توفق حيقعد في توتر اكتر من يعني نتمنى الحظ افضل في مرة تانية. بالضبط افاني بالجيب مسلا فوق السينات هتلاقيه بيها يعاني من صراعات نفسية دي ونسميها صراعات نفسية اكتر من الطالب اللي جايب خمسين في المية او خمس وخمسين في المية. الطالب اللي قدامه كل الكليات بيبقى مصعب عليه اختار كلية معينة. وده بنسميه في علم النفس الصراع النفسي. الصراع النفسي قد يكون بين امرين كلاهما جذاب او كويس. فهنا الطالب بيختار اختار الانين فيهم. بس الصراع ده سهل حاسمه ان هو يقول. الكلية دي فيها واحدة انت اربعة خلاص هختارها. تمام. لكن الصراع التاني الطالب هنا جايب مجموع قليل قدامه فرستين تلاتة. فهنا ما بيختارش كتير. بيختار فرصة او كلية اللي اقل مساوية. لو فيها مساوية يعني. طيب. هنا الطالب حيختار الكلية بنانا على اي معايير. في مجموعة من المعايير النفسية والطربوية اللي احنا لازم نوعي او لقل امور الطلاب بيها عشان يختاروا كلية. ايه يا فنم. اول حاجة بنشوف هل الطالب بيحب هزيه كلية والدراسة فيها ولا لا. يبقى ما يرى الاول هو الحب او الميل. طب. هل الحب او الميل يكفو ليختاروا كلية. لا اطلاقا. في حاجة تسمعها الكدرات العقلية للطالب. الكدرات العقلية دي في منتهى الاهمية. طب ايه فرق بين الحب والميل وبين الكدرات العقلية. مثلا انا بحب الرسم او بحب الموسيقى. هل معنى لانا بحب الموسيقى لانا قادر مسلا على العصر. اقادر على الغناء اطلاقا. فبالتالي الطالب هنا لازم يشوف نوع الدراسة ديت هل كدرات العقلية بتجيبه وتؤهله الدراسة بيها ولا لا. يعني مثلا الطالب مثلا جاهله هندسة. هل كدرات العقلية تؤهله دراسة الهندسة. ولا لا. طب حريقة هتقول ليه. طب ما دايبج مجموعة كبير. طيب حوله حركة حاجة. دلوقتي نزوم ببابلشيت السماء العامة واصلت اختبار متعدد للأسف معروف بينهم متخاصين ان هي قد الطالب قد يكون مش مذاكر ويجيب درجة عالية. نتيجة ايه؟ نتيجة لعوامل زي التخمين. او ان هي سهلة الغش. فبالتالي الدرجة اللي بيحصلوا عليها الطالب السماء العامة ليست معيارا قد تكون ليست معيارا حقيقيا لمسهار العقلي وكفاته التحصيلية. طيب. مش بس كده خلينا نقول ان في عوامل كتير ممكن تأثر على نتيجة السنوية العامة سواء كانت عالية او الطالب يكون ما توفقش فيها. ممكن يكون البراشر او الضغط المجتمعي اللي بيتحط على الطلاب في السنة السنوية العامة ممكن يكون هو فعلا قاعد اكتهت جامد جدا جدا جدا. وبعدها زي العيب تكورة كده لما بيقول جالهم اوبر ترينج او خلاص ما بقاش قادر يدي تاني. فقد يكون جاب مجموع عالي جدا لكن مش قادر يمشي حسب طبيعة الكلية. ممكن العكس في ناس مع الضغط النفسي ما بتتحملش فبتسقط. بدل ما تبقى قاعد ده شيء محفز بالعكس. ممكن يبقى يحصل العكس. فخلينا نقول انها الموضوع مش قائم فقط على انه التخمين او على القدرة على ان احنا نكتسب المعلومة كده مجر مجهود. انا اقصف في النقطة دي فاني من الطالب قد يحصل على مجهود. انه طبعا بتبقى فيه حاجات تريكي جدا. والاجابات الاختيارة المتعدد بتبقى فيها يعني الاجابات كلها قريبة تشبه من بعضها جدا ماقدرش يفرق بينها غير الطالب اللي عارف المعلومة الصحية. تمام. اتفق محرك الى حد كبير. طيب. فرضا نصنا الطالب مثلا جاب درجة عالية طيب. انا عارف كواليه امر الطالب ده مستوى فعلا ده كويس ولا لا طيب. مايز اجاب في اللغات درجة عالية وعايز يخش كولية الالسون. طبعا كولية الالسون كولية ممتازة. طب انا اشوف الطالب بتاعي ابني تاريخه التعليمي او تاريخ نجاحاته في مادة لغة انجلزية او اي لغة عايز يخشها. لقيت الطالب ده دايما بيجيب درجات عالية فيها. يبقى عارف ان ده مؤشر صادق ليه مساواه فيه اللغة وادخله وانا متطمد طيب انا لو لقيته كل سنة مساواه تعبان وديه درجات منخفضة يبقى انها ابدأ اشك. اجي الابني اقول له يا ابني انت حتقدر ولا لأ يقول لي حقدر خلاص ادخله. تمام? يبقى انا هنا اراعي اول حاجة ما يقول للطالب. تاني حاجة قدراته العقلية. طب من هيتاخذ القرار باختاره كلية البعض بيقول للطالب هو اللي اختار وانسيبه. البعض الاخر يقول الولي الامر هو اللي بيختار وانسيبه. طبعا الكلام ده كلاهما خطأ. هنا اختاره كلية لازم يكون من خلال الحوار بين الطالب بين والده والدته. ازاي? اللي احنا نجيب ابننا ونشوره ونحوره نقول له يا ابني عايز نخش اي كلية يقول له كلية كذا وكذا وكذا. طيب. انا هنا من خبرته اقوله مثلا كلية دي فيها مشكلة واحدين ثلاثة. لاتوا اهل السوق العامة المرتبات فيها ضعيفة كذا كذا كذا. طب كلية التانية اه دي كلية دي كويسة بس صعبة شوية. طب كلية التالت. لغاية نرسلوا مع بعض الى قرار معين ويبدأوا ينافذوه. طيب. لو الاب والام اتخذوا قرار بالابن ان هو يخش كلية معينة. ايه اللي هيحصل بقى من مشكلة هنا. اول حاجة الاولاء الامور بيميلها فندم اللي حاسمها الوجاهة الاجتماعية في اختار الكلية. ازاي يا فندم. اللي هو الترتيب الكلاسيكي لكليات القمة. اللي هما بيسموها قمة. مثلا لو هو عين معلوم جمج معالي على طول اوتوماتيك طب طب اسميان سيدالة كلام لكل. طب الرياضة حيبهندسة حاسباتهم معلومات كذا. لو هو ادب اقتصاد وعلوم سياسية. السن اعلام. ترتيب الكلاسيكي. طبعا كلام ده غلط. ليه يا فندم. يمكن هنا الاختيار ده. لاي اتوافق معاملين بالطارق. لاي اتوافق ان كل ترتيب الكليات ده بناء على ترتيب حضرتك. لا فندم. ده هو ترتيب الكلاسيك في المجتمع المصر. ولا يعبر عن موجة نظر البرنامج. لا لا ده انا مسؤول عن كلامي. بس هو ده ترتيب كلاسيكي في المطعمة. سوحارك جيت. لو لاي امر هتلاقي بياخدت. قليل جدا من الاباء والامهات. وانا هنا بحييهم. اللي هما بيغيروا هذا الترتيب. اللي هما بيشوفوا ميول الابن وقدراته. ويأهلوا ليها. يا دكتور حضرتك في بداية الكلام بتقول لي كلية الالس ومسلا كلية كويسة. خلينا نتفق. في حاجة اسمها أصلا كلية كويسة وكلية مش كويسة. ولا في كلية بتتناسب مع ميولي وقدراتي. وفي كلية مناسبة لسوق العمل وفي كلية حقدر أبدع فيها ما كل الكليات كويسة. ما فاندي من معين. وكل الكليات وإلا ما كانتش اتعاملت. جميل جدا. لكن النقطة اللي هتفرق إننا وكل الكليات هتاخد عدد كبير لأنه لازم تاخد عدد وإلا مش هتبقى موجودة ولكن أنا فين هتميز. أنا فين هابدع. أنا فين هأحدث فارق. بالضبط. هو دي اللي على أساسها الواحد بيقدر يختار. يا فنم أصي العملية مش متاحة لكل طالب إنه هو يخش يتميز. فبالتالي إحنا لازم نراعي مجموعة من المعايير متفاعلة فيه اختارها زيال كلية. يعني أنا ميقول للطالب مهمة جدا. التخص نفسه يا فنم. التخص اللي حيختاره هل فيه وفرة في سوق العمل؟ ما يمكن هنا الطالب يختار مجال معين. وتميز فيه لكن فيه وفرة فيه. حيبقى متميزين فيه كتير. فبالتالي هنا التميز لما بيختار ما بيبقاش تميز. فهنا الطالب لو هو اختار كلية وتخاص جديد. يؤهل سوق العمل ما فيش مشكلة. طيب أنا لما اختار بربة كلية أختار يا فنم. أختار القسم اللي يمكن يؤهني ليه مجال كبير جدا من الوظائف بمعنى اللغات الزكاة الصناعي يمكن هذه الاقتصاد والإدارة يمكن الطالب يتوظف فيها في أكتر من مجال وأكتر من شركة وأكتر من قطاع. إيه تاني يا فنم؟ أبعد عن بعض الكليات اللي فيها مشكلات. إيه هي بقى الكليات دي يا فنم. اللي هي بيبقى فيها فائد في الخريجين كل سنة. تمام؟ في عين الطالب حيبقى صعب جدا أنه هو يتوظف. تاني حاجة يا فنم. أشوف الكليات اللي فيها أقصام متشابها أحاول بقدر إمكان إلا أنا أبعد عنها. ما يجيش مثلا قسم فيه موجود في الكليات سين وصاد وعين وغين وكلام ده كله. ده حيقلل من فرص التوظف فيها في المسابة. أبعد عن الكليات يا فنم اللي فيها درجات مختلفة. بمعنى فيه مثلا قسم موجود في كليات سين أو صاد أو عين. المعروف من كليات سين هي أعلى كلية. طب أنا ما حاولش تخوش في الصاد. ليه؟ عشان لما نيجي نتقدم على أي وظيفة بعد كده المؤسسة حتطلب صاحب المواهل الأعلى. طيب. إيه تاني يا فنم؟ لازم أولاد الأمور يبقى عندهم معين. حضرتك كده فيه كام كلية مش هتاخد ولاد فيه الكفاية. نعم. الولاد دي لازم تدخل كلية. ما فندي مخفوه. كل طالب بيختار حسب مجموعة حسب رغباته وحسب سوق العمل. ودي بتختلف من طالب إلى آخر. مثلا أنا مثلا والدي محامي وعنده مكتب مدحي بمعيارة. حتى لو أنا جاي بمجموعة عادي. طيب خلينا نعرف هنا برضه عند كلام حضرتك ونسأل. هل كل واحد مستقبله بيتحدد حسب العمل اللي بيعمل به أهله؟ إطلاقا. يعني أنا حضرتك أستاذ جميعي فأولادك لازم يبقى أستاذة جميعيين أو يعني شغل مسلا يكون ينفع برايفت بيزنس مسلا. هل ده معناها لو بيتمش متوافق مع إمكانياته أو مش متوافق مع هواياته وتفضيلاته لازم يشتغل شغلانها دي عشان الشغل ما يبص. وصل زماننا إحنا لو جينا تكلمنا على كل حالة على حدة. هتبقى العملية صعبة جينا مش هنغطى أي حاجة. فبالتالي هم نتكلم عن نماذج. دلوقتي لو مثلا ده معيار. قد يكون لبعض معيار. لو الطالب أو الابن حابب المهنة بتاعت والده يبقى يمتهنها. لو هو مش حابب يشوف أي مهنة تانية مثلا طالب والده أستاذ جامعة في كله الطب وعنده مستشفات وعنده عيادات وكده. والطالب عنده ميول تانية ليه كلها تانية. تمام فنون جميلة. إيه مشكلة نهو يخش فنون جميلة حينجح فيها. فريد مثلا دخل طب غزبا عنه وفشل ما حيضيع كل دوت. فبالتالي احنا المعايير ده تفنب إسر شادية وليس القاطعة أو حاسمة. إن الأولاد يمكن يمتهنوا مهنة الأب أو لا يمتهنوا حسب ميولهم حسب مضاتهم. أو الأم أو أي فرض في العيلة بالزبط تفنب. كمان نشوف التخصصات الجديدة اللي هي بيحتاجها سوق العمل. دلوقتي سوق العمل زي ما حترك عارفة اختلف تماما عن زمان. دلوقتي مصلا في الخاصات جديدة وناشئة جميلة جدا. زي الموجودة مثلا في بعض الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة. وجعل فيك جامعات الأهلية بديل ممتاز جدا للجامعات الحكومية. والناس خايفين منها مش عايف خايفين منها ليه. رغم إن فيه إقبال شديد جدا على هذه الجامعات. على فكرة احنا منظومة تعليمية في مصر دلوقتي عندنا حوالي 92 جامعة. 28 جامعة حكومية 27 جامعة خاصة 20 جامعة أهلية 10 جامعات تكنولوجية ويهي 7 أفرع للجامعات الأجنبية. طيب هنا مجال متسع جدا وعلى فكرة الناس مش عارف ليه البعض مش كل الناس بيقلم من حكاية الجامعات الأهلية. لا يا فندم الجامعات الأهلية دلوقتي كلها تحت مظلة الوزارة التعليم العالي. يعني كلها معترف بيها الخريج فيها بيطلع بيتعين وبيبليه بيخش النقاة بتاعتهم هنا بتاعته وكل حياة بتبقى كويسة جدا. طيب تخصص جامعة معتمدة هي جامعة معتمدة وخرجها يحق له التحقق بالنقابات ويحق له التوظيف في أي وظيفة بالضبط. لأنها معتمدة. بالضبط أفندم. ويبقى هنا الطالب. ومعادلة بالضبط. إحنا على أيامنا كان فرصة بتحقب الجامعة دايئة. ورقابة المجلس الأعلى للجامعات أعتقد يعني شديدة الحسم في حاجة زي كده. بالضبط. كله على فكرة كله تحت مظلة وزارة التعليم العالي. هو مجلس الأعلى للجامعات بيبقى خاصة بجامعات الحكومية. في مجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية خاصة بيها. بس كله تحت بوطاقة وزارة التعليم العالي. هنا الجامعات التكنولوجية على فكرة. والجامعات الأهلية فيها تخصص ممتازة جدا وجميلة جدا. أنا لو عندي أولاد داخلين كده كنت أحبزهم وشجعهم منهم وخشت الخاصة دي. زي أفندم. في مثلا حاجات تسمعها المعلوماتية الطبية الحقيوية. حاجات أول مرة تسمعها. حاجات أسمعها الانتاج الإعلامي. حاجات أسمعها علوم الفضاء. الهندسة نووية. الدراسات القانونية الدولية. للناس اللي عندهم ميل إلى الدراسات النظرية. فبالتالي أنا أبحث في الجامعات الأهلية وجامعات الخاصة جديدة. وأشوف البرامج المتميزة. البرامج ديها بتأهل طلابها إلى سوق العمل الجديد اللي احنا بنحتاجها في المجتمع المصري. طيب. في البعض عنده برضك ميل إلى تخصصات تكنولوجية. مش بيحب دراسات النظرية. يمكن نخش هنا جامعات تكنولوجية. فيها تكنولوجيا. مثلا سيارات التابريد والتكييف. تكنولوجيا. يعني حياة جميلة. حياة جميلة جدا. ومأهلة للمستقبل. واردك لازم أسماء اختار الكلية. لازم أستشير الناس الأكبر مني. والموجودين في المجال. هم قادرة بالحياة المميزات والعيوب الموجودة في الدراسة اللي عايز اختارها الطالب. يمكن أنا أستشيرهم. أقول لهم إيه رأيك اللي عاضي فيها كذا وكذا وكذا. أو روح كذا وكذا وكذا. هنا فاندي عملية اختار الجامعة أو الكلية. عملية لازمت من سهولة بمكان. وليها معايير كثيرة جدا. قد تختلف من طالب إلى آخر. ومن أسرة إلى آخر. طيب. فكرة إن ساعات الأهلة عايزة حاجة. والولد عايز بيبقى حاجة. حالك قلت إنهم يعودوا مع بعض ويتناقشوا ويوصلوا للرأي. ما وصلوش. هنعمل إيه؟ ديت حتب صعبة جدا يعني. أنا لو أنا الأمر بيدي أنا من الخبرة هخلي أمشي طبع ابني. بشارط أنه يختار كلها كويسة. تمام لو ماخترش كلها كويسة لأ. أنا لو دخلت ابني كلية. هو مش حبيبها مش هايرش بها كويسة. هيا رف يشتغل فيه. هيبقى عنده حاسمها انسياعة لرغبات الأباء والهم هيتعان انسياعة. إلا أنا داخله مش مقتنع. داخله عشان خطرهم. داخل وأنا كهر الدراسة. فبالتالي هنا هتولد عندي اتجاهات سلبية نحو الدراسة. مش حابة حابة بروحه كلية ولا حابة بادرس. إيه تانا فندي؟ هنا يمكن يقول تولد عندي مشكلات نفسية. عدم الثقة بالنفس. بعلم ابني حاجة اسمها العجز. إحباط مثلا. بالزبط فندي الإحباط والاكتئاب. وحاجة اسمها أهم بقى العجز المتعلم. يعني العجز المتعلم. لأنا بعلم ابني إنه مش قادر على اتخاذ القرار. ودي حاجة سيكولوجية مش تماما. مش كويسة خالص. يبقى هنا فيه أضرار لاختيار الأسرة وفرضها الأمر على الإبن. وفيه أضرار برضا كلاهنا نسكت الأمر للإبن. زي يا فندي يمكن الإبن يميل إلى اختار كلية. فيها زميل وصحابه. رغم أنه مجموعة أكبر من زميله دولة. يمكن يختار كلية عشان هي قريبها. هو كسول يعني قريبها من البيت. رغم أنه كلية دي مالهاش أي مستقبل. تمام؟ يبقى هنا فيه مجموعة كنت حاسأل. من معايير اختيار الكلية القرب أو البعد من البيت لو هي متوفر التخصص أختار الكلية الأقرب ولا لا؟ بص يا فندي دلوقتي على فكرة التنسيق الإلكتروني حاجة جميلة جدا. ليه بقى يا فندي؟ عشان هو بقى بيحط معايير أوتوماتيكة حرك يمكن تعمل الرغبات هو يرفض أن تختاريها. بمعنى إحنا لو بيجي نختار أوتوماتيك كده وأنا بنصح كل الناس بيكلموني أنهم يختاروا طبعا كلية الأقرب. يعني مثلا عند حريك مثلا كلية الأداب. عند حريك سكنة مثلا في مصر جديدة. يبقى أنت تختار أداب عند شمس. أداب الكاهرة أداب حلوان. حسب القرب المكاني. جغرافيا هو في التنسيق يعتبره كاهرة وحلوان وعند شمس أقليم أو نتاج جغرافي واحد. فبالتالي الطالب يكون يختار أي كلية منهم. بس هنا فندم إيه حيحصل؟ لو أنت مثلا عايزة تخش قسم مثلا إنجليزية في أداب. طب تختار شمس بعد كده كاهرة حلوان. طب أنت بقى عند قسم مثلا إرشال سياحي مثلا تمام. ومش موجود غير في حلوان. يبقى أوتوماتيك أنت تختار حلوان الأول. تمام؟ يبقى هنا موضوع القرب ده مهم جدا بالنسبة للطالب حتى من ناحية المواصلات ومن ناحية الراحة الجسدية في الانتقال وتركيز في المذاكرة. طيب. الولايات بتبقى دخلة الكلية وهي مش حط عينها على الكلية بتبقى حط عينها على القسم. ميبقوش عارفين إنه بعد ما خلصوا تنسيق السنوية العامة بيبقى في تنسيق داخلي تاني في الكلية. بنأهلهم إزاي إنهم يبقوا عارفين إنه تنسيق الداخلي ده بيخضى على الحاجات التانية وانتو داخلين سباق تاني بعد ما انتهيتهم من سباق السنوية العامة داخلين بقى في سباق تنسيق القسم المناسب. أنا بحقية حرارك على هذه الأسئلة الدقيقة والحيوية جدا. طيب. هو في حقية برضا قايزة أشير إليها مرتبطة بكلام حرارك. في بعض الكليات بتشترط مجموعة معين لدخولها غير مجموعة كليا. حاجة اسمها مجموعة الاعتباري. بمعنى في بعض الأبناء والطلاب دلوقتي اللي بيشوفونا يوقف تلاقي الطالب. جاي مجموعة كبيرة يأهلوا الألسن ويلاقي مش نزلوا الألسن في التنسيق. الأب والأم يصغربوا ويزعلوا وإيه ده. ده فيه غلطة. لا يا فنم. الألسن مثلا بتفترض إن الطالب مجموعة اللغات مثلا. بيزبط أفنم. وحاجة اسمها مجموعة الاعتباري في اللغات الثلاثة. المواد المؤهلة لدخول الكلية والقسم. آه يا فنم. يكون جاي بسهل خمسة سبعين في المية. تلاقي الابن جاي بقال من كده. فبتالي مش هتخش له. طيب. نيجي بقى النقطة تانية يا فنم عملية الاختيار. القسم الداخلي وده وجهته مع بنتي السنفات في كل التنسيق. طيب. عملية الاختيار يا فنم على فكرة لا تقضع رغب الطالب بالنسبة 100%. هو الطالب هنا بيخش في صراعات تانية. اللي هو مثلا ومتاحة ليه أكتر من اللغة. وهو اللغات ديت عليها أقبال. تمام؟ هنا الطالب برضك يعني يشوف يحكم كذا حاجة برضك. اللي احنا هنا عليها ميوله. قدراته وسوق العمل. ويختار بنيا على هذه المعايير التلاتة. في بعض الأقسام أكيد مليون فنم مش هتقبل الطالب. مثلا طالب مثلا بيرس ألماني. مش هينفع مثلا يخش اقطالي. يبقى هنا في معايير تانية سواء معايير تخصصية. او معايير بقى نفسية وسايكولوجية. هي اللي بتحكم اختيار الطالب لك كليا. أكيد. كل شكرا لك دكتور تامر شوقي إبراهيم الخبير التربوي بجامعة عين شمس. عرفتنا ازاي يعني يتم اختيار الكلية. وهديد عصاب أولياء الأمور والطلاب. شكرا جزيلا لحديثك احنا وسلم.